يواصل فريق دراج الأسطول الشرقية التابع للقوات البحرية السعودية مسيرة جنودنا في قلوبنا والمتجهة نحو قيادة القوات المشتركة لعمليات إعادة الأمل في بادرة تهدف إلى رفع الروح المعنوية للمشاركين في الحد الجنوبي باتت رياضة الدراجات الهوائية أحد أبرز الرياضات العالمية ولها مهتميها وجمهورها الواسع في الشارع السعودي في رسالة هامة للحفاظ على السلامة البدنية ولياقة الجسم إلا أن فريق دراج الأسطول الشرقي للدراجات الهوائية قدم رسالته السامية إلى جنود الحد الجنوبي البواسل في رحلته البرية من شرق المملكة إلى جنوبها تحت شعار جنودنا في قلوبنا نهدف هذه الحملة إلى رفع الروح المعنوية لجنودنا البواسل المرابطين بالحد الجنوبي وهي بدعم من سمو سيدي وتوجيه من سمو سيدي وللعهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبموافقة ودعم وتشجيع من قائد القوات البحرية معالي الفريق البحري الركن فهد بن عبدالله الغفيلي وهو من مؤسسين فريق دراج الأسطول الشرقي نحن بدأنا الرحلة هذه تقريبا مسافة ألفين كيلو طبعا أنا من ملاحظاتي ومشاهداتي تأثيراتها على الناحية البدنية والنفسية طبعا كان في هناك ما شاء الله تبارك الله حرق للسعرات الحرارية في هناك تغيير البنية الجسدية للدراج في هناك أيضا تغيير من الناحية النفسية والناحية الفيسيولوجية للدراج وتهدف هذه الحملة إلى رفع الروح المعنوية للمشاركين في الحد الجنوبي بعد رحلة انطلقت من قاعدة الملك عبدالعزيز بالجبيل مرورا بمدينة أبهى وحتى قيادة القوات المشتركة لعمليات إعادة الأمل بالحد الجنوبي انطلقنا الحمد من الجبيل ووصلنا إلى أبهى قطعنا تقريبا ألف وسبعمائة كيلو متر إلى الآن مرورا بالدمام والرياض والأفلاج ونزولا إلى أبهى طبعا يوميا نقطع من 120 إلى 200 كيلو متر بسعرات حرارية تقريبا نحرقها من 3000 إلى 6000 سعرات حرارية في اليوم بفضل من الله وصلنا بالسلامة إلى أبهى وبنكمل إن شاء الله إلى الحد الجنوبي بتسعة دراجين يمتطون صهوة الشغف للوصول إلى ميدان الشرف على الحدود الجنوبية ليقطع ما يزيد على 1900 كيلو متر ولمدة 15 يوما عنوانها الحب والولاء لهذا الوطن الغالي جنودنا في قلوبنا إذن ها هم أبطال دراج الأسطول الشرقي يقدمون رسالتهم لأبناء هذا الوطن الغالي ولجنوده المرابطين على الحد الجنوبي للقناة الإخبارية عبدالله العبيد أبهى